بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك ممكن تكون عم تتعامل مع برج مائي او برج هوائي ممكن ايضا ابراج نارية لانه في عندي ايضا اوراق نارية ولكن البرج اللي عم تتعامل معه عم شوف انه عم شوف انت بتمشي على حسب كيف ما بتحس يعني بتخلي قلبك هو اللي يكون دليلك باتخاذ القرارات على عكس هالشخص هالشخص بيستخدم المنطق والتحليل اكتر من العواطف يعني حتى عواطفه ومشاعره هالشخص بيحب يحللها اول او يركز عليها اول او يفتحها ويدرسها اكتر منما انه بسرعة ينتقل او بسرعة يفوت فيه علاقة ولكن هو عم يبحث الى بداية عاطفية جديدة وممكن ايضا هالكرت يرمز انه هو عواطفه تجاهك انت عواطف كتير فياضة ممكن مش عم بتحكو مع بعض او ممكن هالشخص انت بس تحكي معه يكون الفرند تبعه هاي او الشخصية تبعته هاي او يكون تحسه من برا شخص كتير جامد شخص كتير جاف شخص يعني ما في اي مشاعر بتظهر بس من جوه من جوه مشاعره كتير فياضة عم يغرأ فيهم ولكن هو بيحب الامور تكون دائما عادلة وبيحب يكون دائما منصف هالشخص عم شوف العامل المشترك بينكم فانتو الاثنين عم تبحثوا على استمرارية بالعلاقة عم تبحثوا عن استبيلتي بالعلاقة ممكن انت نظرتك تكون شوي جدية اكثر من هالشخص لانه عندك اوراق روحية هالشخص ممكن يكون بده العلاقة شوي عفوية تكون اصدقاء بالاول او اشيء مثل هيك مبين ايضا انه انت اللي بتوصل مشاعرك او بتحكي لها مشاعرك اكتر من هالشخص يعني انت اللي قلبك ومشاعرك مفتوحة لها الشخص وبتحكي له بتعبر اكتر من ما هو بيعبر بالنسبة لخطواتك في المستقبل عم شوف انه في عندك ستتين بتحكي عن التوازن وهالشخص طاقته ايضا بيحب انه الامور تكون متوازنة فعم شوف انه انت عم تحاول بالمستقبل تستخدم نفس الطاقة انه تكون متوازن ومنصف بحق هالعلاقة او بحق حالك ايضا سواء كان بمشاعرك او سواء كان بالارتباط مع هالشخص لانه هالكارت بيحكي عن التوازن بالاخذ والعطاء بالعلاقة على سنس او على حد ارضي يعني على حد التزامات جدية التزامات ارضية بالعالم الارضي ولكن السكسوكبس بتحكي عن المشاعر فممكن تكون العالم الرحاني ايضا فعم شوفك بالمستقبل عم تحاول توجد توازن بين الامور الفعلية وبين الامور اللي هي الحسية او العقلية او الروحانية ممكن انت تكون عواطفة تطغي عليك اكتر من انك تكون شخص منطقي تتصرف بعواطفة اكتر من انك شخص منطقي ولكن اشي منيح انه انت يعني بتسمع العواطفة من جوه او بتتبع عواطفة من جوه مبين ايضا خطوات الحبيب القادمة في المستقبل يعني عم شوفك انت عم تتذكر ايضا اذا كان في بينكم اذا انتم حاليا مش عم تحكوا مع بعض وكان في بينكم تواصل بالماضي عم شوفك انت عم تتذكر عم تتذكر الماضي عم تتذكر الذكريات اللي صارت في عينك انت وها الشخص بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف انه من بعد يعني رح يمر بفترة خيبة امل او خسارة عاطفية ممكن اذا انت تركت هالشخص عم يحسوا كأنه في فرصة ضاعت من بين ايده لانه فيه بالمستقبل ايضا رحيل فممكن انت ممكن انت يعني الطاقة المشتركة هون بينكم فيه شخص عم عم يترك مشاعره او ممكن عم تتركوا اشياء قديمة ايضا مش عم اشياء جديدة هالشخص ممكن يكون عم يحس بخسارة لانه عواطفه اللي عم بيحس فيها مش قادر يترجمها او مش قادر يوصلها لا اليك بالاصح او بيحس انه دائما لازم يكون في عنده البرسونة هاي او الشخصية هاي ايضا هالشخص ما بيحب الخسارة ما بيحب دائما يكون هو نمبر وان بيحب هو يكون الاول بيحب هو يكون يعني شخص عنيم بيحب هو اللي ينتصر باي نقاش باي مشكلة باي اشي ولكن من جوه هو شخص ايجابي بتحكي عنه براءة داخلية بيها الشخص وهو من جوه شخص يعني بيور شخص بريء شخص عقليته او تفكيره شوي ممكن تكون طفولية اكتر او عفوية اكتر انت ممكن تكون جدي اكتر بالتفكير من هالشخص بدنا نوضح هالشخص ليش بالمستقبل ليش في عندو هالخيبة هالخسارة ليش عميحس انه في فرصة ضاعت من بين ايدو او عم يحس بخسارة عاطفية من نوع الماء بدنا نشوف شو هي هالوراق وقعد تحت بس بدي نجيبه ورائك عم بتطير يا برج الحوت فندي لخطط الدك مرة تانية طيب بدنا نشوف ليش هالشخص حزين في عنده اختيار لازم يقوم فيه هالشخص ممكن يكون محتار او ممكن يكون في عنده شخصين او قرارين بده ياخد منهم بده يختار منهم ممكن يكون ايضا الشخص اللي عم تتعامل معه برج الجوزاء لانه هالكرتو يتبع برج الجوزاء وهو بحيرة من امره عاطفيا لانه فيه مبين انه عنده عرض حب من شخص اخر فيه شخص اخر هون بحياة هالشخص مبين انه فيه عنده عرض حب عم يقدم له من ضمن شخص ولكن هرضو الحب فيه شوي من التلاعب لانه seven of swords هو لص التاروت او السارق في التاروت ففي اشي عم يخبيه هالشخص ممكن عم يخبي طرف ثالث بالعلاقة او ممكن ايجاع عرض حب من طرف اخر وعرض الحب هيدا مش صادق انا انه seven of swords شخص تريكستر ايضا ممكن يكون الشخص اللي عم تتعامل معه تريكستر بمعنى انه ممكن يبين لك شخصية الظاهرة ولكن الشخصية اللي هي في العمق او في العقل الباطني شخصية اخرى فهالشخص عم يحس بخسارة عاطفية لانه ممكن يكون محتار بين شيئين محتار بين شخصين مش قادر ياخد قرار ومش عارف يودي وين مشاعره وهالشخص مش عارف لمين يعطيها الكعسة ممكن يكون الشخص اللي عم يقدم له عرض حب من دائرة الاصدقاء حوالي ايضا بدنا نشوف لانه الطاقة اللي بينكم رحيل هون المشتركة فبدنا نشوف شو هي يعني شو رح تتركه بالضبط أوراق كتير حلوة لانه عندك هون رحيل بس رحيل من شو بالضبط موقفين شخص عم يتعامل مع شخصين عنده فكرتين بده يختار منهم دمون كارد ورقة اسرار ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه ايضا برج السرطان او ممكن هاي اسرار بينكم ومخباية ففي وقفة رح تصير هون في اتخاذ قرار رح يصير هون بانه ممكن انت اذا عم تحس انه هالشخص في عنده او هو العكس ممكن يكون اذا هو عم يحس انه في حدا بحياتك وانت عم تحس انه في حدا اخر بحياته ممكن انت توصل الى منطقة او الى نقطة انك تاخد موقف سارم بانه هالشخص يختار بينك وبين الشخص الاخر انا بتوقع الشخص هاد اللي عم تتعامل معه الشريك هو اللي عنده اطراف اخرى لانه الاوراق متشابهة فهمت عليه فانت عم تحس انه في اسرار بالعلاقة عم تحس انه في مشاعر مخباية وانت بدك توصل الى توضيح او بدك تبعد حالك تماما من هالنقطة فبطاقتكم بالمستقبل انت رح تجبر هالشخص او رح يصير في بينكم تواصل بحيث انك تحكي لهالشخص انه بدك يا يحط نفس الاهتمام بالعلاقة مثل اللي انت بتحطه او رح تترك العلاقة او رح تترك التواصل عم شوف لانه انت بدك علاقة صادقة هون بدك شخص منفتح عاطفيا ما بدك اسرار هون ما بدك اشخاص اخرى بالتواصل ايضا يعني انت مشوفك مصمم عم شوفك امتخذ قرار وعم تمشي ورا ما بدك الشخص الاخر يكون معه شخصين او يكون في حيرة من امره عم يحاول يوازن بين هاد ويوازن بين هاد مثل ما انت بتعطي مبدك يا ابدك الشخص اللي عم تتعامل معه يعطيك ايضا ولكن فيه رح يكون ايضا ممكن يرمز الى انه رح يكون فيه رحيل عن الاسرار يعني رح تتركه يعني هالشخص رح يوصل الى اتخاذ قرار بانه يترك الشخص الاخر او يترك الثرد بارتي او الطرف الثالث متل ما بنحكي لانه مبين انه علاقته معك او مشاعره تجاهك مشاعره كتير صادقة بده بداية عاطفية جديدة معك ولكن في طرف هون بحياة هالشخص عم يسبب له تشوش عاطفي وممكن أيضا الشخص اللي بحياته بحياة حبيبك بحياة شريكك عم يستغل براءة وطيبة هالشخص وكونه إنه بيحب إنه يكون غادل ومنصف لأنه الطرف الثالث عم شوف طاقته كتير تلاعبية شخص كتير يتلاعب بالحقيق فهو بتعقدكم المشتركة عم شوف إنه هالشخص رح يصر إلى اتخاذ قرار والرحيل عن شخص معين أو على غلاقة فاشلة بينكم بين يعني الشخص اللي عم يتعامل معه الطرف الآخر لأنه الطاقة هاي مشتركة فهو عم يتخذ قرار ومش رح يتراجع عنه قرار بالرحيل رحيل عن الأسرار طاقة مشتركة بينكم الاثنين رحيل عن الأسرار رحيل عن إذا كان في طرف ثالث أو أي لخبطة بالموضوع لأنه مبين إنه أنتو التنيناتكم عم تبحثوا عن يعني راحة البال مش عم تبحثوا عن وجع راس وعن مشاكل وعن لخبطة هون وأطراف هون الوضع صريح الوضع واضح بينكم فقط الإشي اللي بحياة حبيبك وشريكك حالياً هو هالطرف الثالث اللي هو عم يستخدم طاقة تلاعبية كتير وهالشخص اللي عم تتعامل معه شخص كتير فير شخص كتير عادل فبيحتاج وقت ممكن أنت عم تشوف عم تشوف وحكيت للشخص اللي عم تتعامل معه أنه في حدا بدائرة أصدقائه وبيأطرافه أنت ما بتحبه أو بتشوف أنه طاقته لأنه برج الحوت شخص كتير انتويتف أنت شخص كتير بتحسه بتحس بنوايا الأشخاص الأخرى حتى إذا كانت يعني مش واضحة ولكن البرج اللي عم تتعامل معه برج هوائي ما في عنده التواصل مثل الأبراج المائية الأبراج المائية بتحس أكثر ممكن تقرأ أو تفهم الشخص من وجهه ومن حركاته بدون ما يحكي بس البرج اللي عم تتعامل معه شخص كتير يعني على الورق واحد اثنين ثلاثة فممكن أنت أيضا تشوف أنه بتعرف أنه الشخص مش منيح بالنسبة لأله ممكن يكون عم يتلاهر بأنه صديقه ولكن بده بالفعل يخرب بينكم العلاقة وإنت بتشوف هالإشي بتشوف الوجه المظلم بالشخص ولكن هو مش عم يشوف الوجه المظلم عم حاول يخليها بطريقة كتير منطقية يحلها بطريقة كتير منطقية حبايبي يعني بالمستقبل عم شوف أنه هو رح يوصل هالشخص إلى اتخاذ قرار بشأن الطرف الثالث حبايبي برج الحوت إذا عم تستنى إلى رسالة أو حكي من هالشخص أو تواصل منكم عم شوف أنه هو فقط بهالفترة بيحتاج إلى فترة وقت مستقطع يوزن الأمور أو يحل أموره حبايبي برج الحوت بتمنى القرارة برج الحوت ترجمة نانسي قنع